موسيقى وهي جلسة ستكون تحت محور العنف السياسي في السياسات العربية المعاصرة في واقع الأمر لا أخفيكم أني أشعر ببعض ما يسمى بالتنافر المعرفي شيئا ما لأنه نحن سنتحدث عن العنف في مؤتمر أحسست فيه شخصيا بترحاب كثير وبحفاوة كبيرة من كافة العاملين والمشتغلين بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات فهذه الحفاوة ستنسينا شيئا ما من بعض محتويات العنف الذي نتحدث عنه في هذا المؤتمر أيضا ألفت انتباه الجميع بأنه كرئيس جلسة ألفت انتباه الجميع بأنه يقع غلق كامل الهواتف أو وضعها في وضع الصامت حتى لا نحدث بعض الاستراب وأيضا كما كان في الجلسات السابقة سألفت الانتباه لأن النظام صارم شيئا ما تمثل بالسلوك لأنه العنف أيضا هو ممارسة قبل أن يكون مفهوما فلسفيا ومفهوما اجتماعيا ونفسيا ففي تمثلنا للنظام ومرورنا بعد ذلك إلى ممارسة سلوكية نجد أن تحول العنف إلى ممارسة مرتبط جدا بتمثلنا لعديد أشياء من ذلك النظام الآن هذه بعض الأفكار التي يمكن أن توجه الحوار إذن سنبدأ مباشرة حتى لا أطيل عليكم ولا أستولي على بعض الدقائق للمداخلين سنمرن المداخلة الأولى مع السيد نوري دريس من الجزائر عنوان المداخلة قبل ذلك نوري دريس سأعرفه هو باحث جزائري في سوسيولوجيا المجتمعات المدنية والتحول الديمقراطي يعمل أستاذا لعلم الاجتماع بجماعة محمد لمين دباغين ستيف ثنين الجزائر وشارك في عدة مشاريع بحثية وملتقيات علمية إذن عنوان المداخلة هي العنف السياسي في الجزائر المعاصرة من الإيديولوجيا الشعبوية إلى الإيديولوجيا الإسلاموية الإيتيوبيا الإسلاموية عناصر تحليلية في سياقات تاريخية غير معلمنة وسيطرح نوري دريس إشكالية العلاقة بين العنف والسلطة السياسية من خلال مفهوم العلمانية والعلمنة تفضل سيدي 15 دقيقة وأرجو شكرا سيدة رئيس الحضور الكرام مساء الخير مداخلة تحاول أن تفهم ظاهرة العنف السياسي بالتحديد وليس شكل آخر من العنف في سياق غير معلماً أي في مجتمع لا تزال تتداخل فيه الحقول الاجتماعية الحقل الديني مع الحقل السياسي وحتى الحقل العرقي والطائفي إلى غير ذلك لأن جارة العادة خاصة في الخطاب الغربي أن يتم ربط العنف بالدين الإسلامي في المجتمعات العربية والمجتمعات الإسلامية بصفة عامة وغالباً ما يفسر العنف في وسائل الإعلام أو حتى في بعض المؤلفات الأكاديمية والمراكز البحثية بأن الدين الإسلامي بالتحديد هو الخلفية الإيديولوجية المنتجة للعنف أعتقد أن هذا الخطاب هو خطاب إثنو مركزي ولا يستند إلى أي حجج علمية وحجج ميدانية وحجتي أنا في ذلك بوصفه بالإثنو مركزي هو أن نفس المجتمعات الغربية مرت على هذا العنف الذي كان ينتج على خلفيات دينية قبل أن تتعلم المجتمعات العربية وبالتالي المداخلة أتت حول أربعة نقاط حاولت تقديم مفهوم للعلمنا ومفهوم العنف السياسي ثم بعد ذلك كل هذا من أجل أن أقارب وأشرح أسباب العنف الذي عاشته الجزائر منذ نشأة الدولة الوطنية إلى يومنا هذا وليس فقط منذ تسعينات القرن الماضي كما جارت العادة عند الكثير من المؤلفين بعد نقد مفهوم العلمانية مثل ما هو رائج خاصة عند المسيري وعند هويدي وعند الجابيري الذي نرفضه تماما في هذه الدراسة وبعد الأفق النظرية التي فتحتها ثلاثية عزم بشارة حول الدين العلمانية وأطروحات عزيزة العظمة وأيضا أطروحات لهواري عدي حول هذا المفهوم توصلنا بأن العلمنا هي ديناميكية تاريخية تجتاح جميع المجتمعات الإنسانية بدون استثناء سرعة هذه الديناميكية هي التي تختلف من مجتمع إلى آخر وأهمية هذا المفهوم هو أنه يتيح لنا قياس مدى سلمية فضاء الصراع على السلطة السياسية كلما كان المجتمع أكثر علمناتا كلما كان الصراع على السلطة سراعا أكثر سلمية أي كلما انسحب الديني والطائفي والعرقي واللغوي من فضاء الصراع على السلطة السياسية وتمأسس في الفضاء الخاص كلما كان أدوات الصراع على السلطة وشرعية السلطة السياسية كانت أكثر سلمية من هذا المنطلق نعتقد أنه درجة سلمية فضاء الصراع على السلطة السياسية تحددها درجة العلمنا في الحقل الاجتماعي أي في سياق تاريخي معين لمجتمع معين بسرعة هذه هي الفكرة من خلال هذه الفكرة حاولنا أن نقارب العنف الذي عرفته الجزائر والعنف السياسي بتعريفنا نحن هو ذلك العمل الذي يهدف إلى إجبار الخصم السياسي ليس خصم آخر على قبول شروط كان يرفضها من قبل كان بإمكانه أن يرفضها من قبل وبالتالي لا يهمنا البعد السيكولوجي في العنف يهمنا فقط البعد السياسي باعتبار العنف هنا أحد أدوات إعادة إنتاج النظام السياسي في حد ذاته يعني الفرق بين مجتمع معلما ومجتمع غير معلما هو فرق في أدوات وطبيعة الشرعية المرتكزة من قبل النظام السياسي في المجتمعات التي يكون فيها الديني في قلب الرابطة الاجتماعية غالبا ما يكون الدين أحد أدوات شرعنة السلطة السياسية والعكس في المجتمعات المعلمة انطلاقا من هذا التوضيح وبسرعة لأنه لا أعتقد أنه بإمكاني أنه أقدم كل شيء حاولنا أن نلاحظ أو أن نرجع إلى العنف الذي عرفته الجزائر اكتشفنا أن الجزائر عرفت مرحلتين أساسيتين من العنف عنف ما قبل سنة 1988 وهو عنف الأحادية الحزبية وعنف ما بعد 1988 الفرق بين العنفين رغم التداخل الموجود هو في طبيعة الخلفية الأيديولوجية التي أنتجت العنف عنف الأحادية الحزبية كان سببه هو أن الشرعية السياسية للنظام الذي تمخذ عن الاستقلال كانت قائمة على الشعبوية والشعبوية هي أيديولوجيا سياسية في وجود خلاف واختلافات داخل الجسم السياسي وأي قائمة على وهم وعلى يوتوبيا أن المجتمع واحد لا تتخلله خلافات وكل الناس وكل أفراد المجتمع وراء الحزب وراء الزعيم وراء المنظمات الجماهيرية الموجودة في هذا المجتمع هذا وهم بالتباعة الحال لكن المجتمع لكن النظام السياسي الذي يقوم على مثل هذا التصور بحاجة إلى ممارسة العنف بشكل أو من الأشكال من الأشكال لكي يفرض بقاءه في السلطة أي لسيانة هذه الأيديولوجيا الشعبوية فيخون كل معارض أو يقتل كل معارض أو ينفى كل من لم يتمي إلى الحزب فهو خائن أو فيتعرض سواء للقتل أو السجن على هذه الخلفية كانت جزائر ما قبل 88 قائمة على يوتوبيا يوتوبيا الجسم الاجتماعي الواحد واليوتوبيا في حد ذاتها منتجة للعنف لأنها غير قابلة للتحقق والفاعلين السياسيين في كل مرحلة الذين يحاولون بناء نظام سياسي على شرعية يوتوبيا أي على شرعية مثالية فهم مدفوعين قهرا إلى ممارسة العنف من أجل تحقيق تلك اليوتوبيا أو على الأقل من أجل فرض وجودها الشيء لسعب النظام السياسي خلال هذه ثلاثين سنة هو توفر الموارد ريعية ومدى صلابة الشرعية الثورية حتى الشرعية الثورية التي اكتسبها النظام والشرعية الثورية نقصد بها الانتماء إلى الجيل الذي قام بالثورة التحريرية لاسترجاع الاستقلال النظام السياسي في هذه المرحلة ارتكز على الريع لصيانة الأيديولوجيا الشعبوية ارتكز على العنف وارتكز على الشرعية الثورية ما إن انهارت أسعار المحروقات في منتصف الثمانينات حتى بدأ مفعول الأيديولوجيا الشعبوية في التراجع أو في الانحطاط والتقهقر في المخيال الاجتماعي وبدأت شرعيات أخرى في الظهور والشرعية الأقوى التي خطفت الشارع كانت شرعية الحركات الإسلامية حيث استطاع حزب جبهة الجبهة الإسلامية الإنقاذ أن يستثمر حتى في الخطاب الشعبوي في حد ذاته لكن بغطاء ديني لاختطاف الشارع والفوز في أول انتخابات تعددية لكن النظام القائم أو الدولة العامقة بمفهوم وسائل الإعلام لم تكن مستعدة للتخلي عن السلطة وبالتالي ألغت المصار الانتخابي ودخل البلد في دوامة من العنف لماذا؟ هل هو الإلغاء المصار الانتخابي هو حقا الذي أنتج هذا الكم الهائل من العنف؟ أم أنه فيه سبب آخر؟ نعتقد أن خطاب الجبهة الإسلامية الإنقاذة التي فازت في الانتخابات القائم على يوتوبيا أخرى وهي يوتوبيا أن المجتمع يتكون أيضا من إخوة مسلمين وأن المشروع هو بناء دولة إسلامية عادلة تقضي على الفوارق وأن فشل حتى النظام القديم ليس بسبب طبيعة النظام في حد ذاته ولكن بسبب فساد أخلاق رجال السلطة ويكفي استبدالهم برجال آخر مؤمنين ومطبقين حتى يسود الإزدهار ويسود التقدم وبناء الدولة الإسلامية المعودة أي هناك يوتوبيا جديدة من يوتوبيا الأيديولوجيا الشعبوية إلى يوتوبيا الدولة الإسلامية المعودة وبالتالي النظام يريد أن يحافظ على بقاءه في السلطة والجبهة الإسلامية تريد أن تصل إلى السلطة وبالتالي حدثت هناك الحرب بين هذين الجانبين بالنسبة للإسلاميين النظام يمنع تحقق مشروعهم وبالتالي وجب محاربة بالمال والسلاح ويصبح الجهاد فرض عين لأنه هو السبب في عدم تحقق الدولة الإسلامية رغم أن هذا عبارة عن وهم وبالنسبة للنظام الإسلامويين خطر على الجمهورية وعلى وجودهم وعلى استمرارهم في السلطة وتجب محارمتهم وبالتالي هنا آلية التي تنتج العنف وتعيد إنتاجه داخل الجسم الاجتماعي وبالتالي يصبح تفسير العنف بخلفه دينية لا معنى له وخطاب إثن مركزي لا يستند إلى أي حجة علمية وبالتالي باختصار شديد باختصار شديد فكرة المداخلة تدور حول هذا الانتقال انتقال العنف من خلفية معينة من تصور معين لينتجه يوتوبيا أخرى جديدة وهذه سمة جميع المجتمعات التي تعرف الضعف في الفصل بين الدين والسياسي وتعرف الضعف في مأسسة الخلاف والصراع في الحقيقة انتهى هذا الصراع بخطوة نحو العلمنا خطوة على الأقل في أن دستور 96 منعت حزاب إسلامية وبالتالي نعتقد أن العنف السياسي كلما ازداد ضراوة كلما تراجع القدرة التجنيدية للدين في حد ذاته سياسيا أي أن العلمان هي تأتي عكس مجرى الأحداث ونعتقد أن المجتمعات العربية اليوم هي سائرة في هذا المنحة العلمان ليست خيار ولا هي موقف ولا هي رأي ولكن هي حاجة وجودية تفرضها ضريرة العيش المشترك وضرورة تجنب الفناء مثل ما حدث في أوروبا تماما ربما ستكون داعش أحد أدوات تسريع العلمان وأعتقد أن مقدار السخرية من رجال الدين الذين كانوا بالأمس من المقدسات يثبت لنا تراجع الخطاب الديني ومدى علمنات الوعي والفكر وبالتالي مدى تراجع العنف مستقبلا ولكن هذا لن يتم بدون دفع ثمن كبير وشكرا شكرا 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 لسيد نور إدريس من الجزائر على هذه المداخلة وسنمر مباشرة حتى لا نضع الوقت إلى المداخلة الثانية التي سيقدمها سيد زيندين خرشي وهو باحث جزائري وأستاذ في علم الاجتماع بجامعة سطيف نين الجزائر متخصص بسوسيولوجيا العمل يعمل على إنجاز بحث دكتوراه في موضوع مكانة العمل ودلالاته في المجتمعات الريعية مهتم بالإشكاليات البحثية الواقعة في مجال علم الاجتماع السياسي وسوسيولوجيا العمل والاقتصاد السياسي عنوان المداخلة هو إذن عنف الريع في المجتمعات العربية المعاصرة التأسيس على الحالة الجزائرية وسيطرح إشكالية العنف الناتج عن البناء الاجتماعية وتجليات ذلك في سلوكية الأفراد والجماعات وتمثلاتهم تفضل سيد الكريم شكرا سيد الرئيس موضوع هذه الورقة البحثية يتطرق للعنف المتأتي من البنية الريعية للاقتصاد والدولة والبحث في ما هي آليات إنتاج وإعادة إنتاج هذا العنف وما هي الأشكال التي يأخذها هذا العنف المتولد من البنية أو المنظومة الريعية فيما يخص الحالة الجزائرية مركزية المكانة والدور للريوع المتأتية من تصدير المحروقات بدأ بالبروز في الجزائر بداية من سبعينيات القرن الماضي وأخذت هذه المكانة في التعاظم إلى درجة أنه صار الريع النفطي الآن في الجزائر يهيمن على المؤشرات الاقتصادية الكبرى اليوم مثلا 98% من قيمة الصادرات في الجزائر متأتية من الريع النفطي 53% من الناتج المحلي الخام و67% من المداخل الضاربية للدولة في مقابل وجود أو عدم وجود في الحقيقة اقتصاد أو نشاط إنتاجي فرضية الدراسة هو أن مؤدى العنف الذي تفرزه المنظومة أو البنية الرئية في المجتمع الجزائري هدفه هو الإبقاء على مختلف تشكيلات المجتمع حبيسة لوضع الزبونية حبيسة لوضع التابع أو الزبون من خلال وعد أي مسعى لانبثاق فرد حر مستقل كذلك البنية الرئية تساهم في فرض أطر نزاعية وصراعية للعلاقات الاجتماعية من خلال تضمين الرابطة الاجتماعية منظومة قيم قائمة على الانتهازية على الافتراس على النهب على الفهلة وأو ما نسميه في الجزائر بالقفازة كذلك الاستراتيجيات الفردية والجماعية المتبنات في سبيل التقرب من موارد الريع والاستفادة من الامتيازات التي يوفرها هذا التقرب ساهمت في تكثيف العنف وفي زيادة درجات استدعائه اجتماعيا فيما يخص الحق الاقتصادي سنركز على ثلاث حقول نحاول نبحث على مختلف أشكال العنف المتأتي من هذه البنية الرئية فيها نلاحظ أنه في الحقل الاقتصادي أو حقل العمل والإنتاج تم تحويل هذا الحقل من خلق الثروة من لعب الدور الاقتصادي المحظة تم تحويله إلى أداة سياسية لشراء أو ضمان السلم الاجتماعي إذن تم طرد كل المفردات الاقتصادية المتعلقة بالنجاعة والفعالية الاقتصادية لهذا القطاع الاقتصادي أو القطاع الصناعي في الجزائر هو قطاع مفلس تصهر الدولة على إدامة استمراره وترفض خوصصته أو تركه يفنع كذلك المشاريع الممولة من طرف الدولة صارت مجرد قنوات لضخ المال العام تقوم الجماعات المتحالفة مع النظام أو الشبكات الزبائنية للنظام باقتطاع حصاصها من هذا المال العام دون رقابة تذكر كذلك في العنف آخر أو شكل مهم من العنف الذي تمارسه البنية الرعية هو أن هناك حرص على منع بروز أي ديناميكية اقتصادية من شأنها فيما بعد أن تؤدي إلى بروز أو ميلاد مجتمع اقتصادي أو مجتمع مدني مستقل عن الدولة هذا الأمر أدى إلى إفراغ الاقتصاد من مضامينه السياسية من مضامينه الدينامية وجعله مجرد آلية إدارية سياسية للتوزيع والمحاصصة إذن في الحق الاقتصادي الرهان الأساسي هو رهان سياسي في الأساس وليس برهان اقتصادي الرهان الأساسي ليس خلق الثروة ولكن الرهان الأساسي هو إدامة السيطرة على دوليب الحكم فيما يخص الحقل السياسي مثل ما قال الزميل نوري دريس يستعمل الريع كآدات لصيانة الأيديولوجية الشعبوية المساواتية للنظام الحاكم وتحييد موضوع تقاسم السلطة والتداول عليها كذلك يستعمل الريع سياسي كآدات للتغطية على التناقضات الاجتماعية الأيديولوجية الموجودة في المجتمع وفي هذا الإطار يتم تحويل كل مطلب سياسي إلى مطلب اجتماعي لتحسين المعيشة كذلك هذا الشيء خلى الحياة السياسية وأشكال الفعل السياسي تختزل في الجري والتسابق نحو حيازة وضعيات ريعية ورص مالاتها لإدامة الاستفادة منها فيما يخص الحق الاجتماعي المنظومة الريعية أدت إلى استنزاف وإرهاق مشروع العيش المشترك في حالة الجزائر كذلك في حالة ليبيا أو في حالة العراق وإفراغهم من مضامين التاريخية والحضارية وتحول مشروع العيش المشترك إلى مجرد اجتماع آني مصلحي متى ما ارتفعت أسعار البترول تم الاجتماع متى ما بدأت أسعار البترول وبذلك مداخيل الريوع في الانخفاض تظهر بوادر الانشقاق والضعف على هذا المشروع الاجتماعي كذلك فيه صعود بارز وقوي جدا لمنظومة قيمية جديدة منظومة قيمية قائمة على ممارسات وتمثلات لقيم الافتراس الفهلوة القفازة النهب في مقابل الحط من قيم من المنظومة القيمية للعمل اللي هي التفاني في العامة من الجد الإبداع بذل الجهد النزاهة هذا ما يؤدي به إلى الكلام عن بروز ما يمكن تسميته بالإنسان الريعي في الجزاء لومورونتوس الإنسان الريعي الإنسان الغير آبه بشؤون بالشأن العام الغير مهتم بالسياسة والباحث فقط عن امتيازات يحصل عليها كي يحصن وضعيته في المجتمع وشكرا شكرا 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 سيد الكريم في دين خرشي حتى نطرق مقياسي في احترام الوقت هذا يمكننا من ربح شيء من الوقت في المنقش المداخلة الثالثة حتى نترك بعد ذلك المجال للمناقشات إذن الآن سيتحدث إلينا السيد عبد العالي خور من المغرب وهو باحث مغربي وأستاذ التعليم العالي مساعد في القانون العام بمركز التوجيه والتخطيط التربوي له عدة مقالات وأبحاث علمية منشورة في دوريات عدد عنوان مدخلاته الوظيفة التوزيعية للأنظمة السياسية العربية مدخل إلى فهم أسباب العنف السياسي ونتائجه وسيد عبد العالي خور يطرح علينا إشكالية العلاقة السببية بين العنف السياسي وعديد التجليات على غرار تمزق النسيح الاجتماعي تفضل سيد الكريم شكرا سيد الرئيس بداية شكر موصول للمركز العربي لأبحاث ودراسات السياسات قائمة لتنظيم هذا اللقاء العلمي ورقتي تتناول كما أشار إلى ذلك السيد الرئيس الإشكالية العلاقة بين الوظيفة التوزيعية للأنظمة السياسية العربية وظاهرة العنف السياسي انطلاقا من أن هذه الظاهرة أي ظاهرة العنف السياسي هي إحدى تجليات أزمة الوظيفة التوزيعية للأنظمة السياسية العربية كما أنها إشكال حقيقي والسبب مؤدي إلى انتشار وانفجار ظاهرة العنف السياسي ونظراً لضيق الوقت سأقتصر في هذه المدخلة على بعض النقاط المتعلقة بمظاهر وسيمات الوظيفة التوزيعية للأنظمة السياسية العربية وتفاعلتها مع ظاهرة العنف والعلاقتها مع ظاهرة العنف السياسي لأخلص إلى بعض النتائج المترتبة عن فشل هذه الوظيفة أو فشل الأنظمة السياسية في أدائها لوظيفتها التوزيعية لأخلص في الأخير إلى طرح حتى نخرج من جو التشاؤم إلى طرح بديل للخروج من هذا الوضع المتمثل في نموذج الدولة الإنمائية Development State الذي كان موضوعاً لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وكذلك الذي يستقيم أن يأخذ نموذج بعض الدول والتجارب بعض الدول التي نجحت في تحقيق الاستقرار والتنمية خاصة جنوب شرق آسيا لكن قبل ذلك ما المقصود بالوظيفة التوزيعية للأنظمة السياسية المقصود بهذه الوظيفة ليس هو توزيع الثروات المادية فقط كما قد يتبادر إلى الدهن للوهلة الأولى وكما سعت إلى تكريسي ذلك بعض الأنظمة السياسية العربية إبان بداية الحراك الاجتماعي العربي أو ما يسمى بالربيع العربي من خلال زيادة في أجور العاملين أو تحديد بعض المخصصات لبعض الفئات المعينة من أجل ضمان ولائها وامتصاص غضبها بل المقصود بذلك إلى جانب توزيع الثروات المادية هو توزيع القيم المعنوية والمزايا المختلفة والفرص أي فرص الرقي الاجتماعي وفرص المشاركة السياسية وفرص إبراز لممكنات البشرية وفرص المحافظة على الهوية من خلال خلق جو من الحرية والديمقراطية بما يجعل جميع المدخلات للنظام السياسي أو على الأقل أغلبها تتحول إلى مخرجات تعبر عن رغبات وطموحات أفراد مختلف أفراد المجتمع أولاً بالنسبة لسيمات الوظيفة التوزيع للأنظمة السياسية العربية أول سيمة يمكن ملاحظة بشأن هذه الوظيفة أو بشأن أداء الأنظمة السياسية لهذه الوظيفة أنها وظيفة مختلة وغير ديمقراطية حتى نفهم ذلك لا بد من الرجوع إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعيشها بعض الأقطار أو معظم الأقطار العربية وفي هذه الورقة لا أسعى إلى التعميم ولكن ما يميز الأنظمة السياسية العربية أنها تتقاطع وتتشابه في مجموعة من الخصائص فالوضع الاقتصادي والاجتماعي في الدول العربية ينطبع أو يغلب عليه طابع التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين مختلف الطبقات والفئات الاجتماعية وانتشار للفقر والانكشاف والهشاشة وضعف الحماية الاجتماعية وهذا نتيجة توزيع الدخل والثروات والقيام في المجتمع أي أن هناك مشكلة عدم العدالة التوزيعية وهو وجود خلال في المقدرة التوزيعية أو في الوظيفة التوزيعية للنظام السياسي والذي يتخذ شكل اتساع الفجوة بين المطالب المجتمعية وقدرة النظام على الاستجابة لها أو إرادته أحيانا حتى إن توفرت لها لديه القدرة فإنها تغيب الإرادة وبلغة الأرقام ففي المنطقة العربية لازل هناك 21.5 مليون شخص من الفئات الضعيفة أو التي تواجه خطر الفقر و18.8 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع أي ما يمثل 9.3% و7.9% على الترتيب من مجموعة سكان العالم العربي حسب إحصائيات سنة 2010 وبالنسبة لتقييم معدلة الفقر في المنطقة العربية استنادا إلى خط الفقر دولار فاسل 25 في اليوم يعطي نتائج ضئيلة أي حوالي 5% لكن عند رفع هذه العتابة إلى جوج 1.7 دولار في اليوم تتضعف هذه النسبة من 5% إلى 40.93% مثلا في مصر حسب إحصائيات سنة 2004 وفي سوريا 30% حسب إحصائيات سنة 2003 وفي المغرب 39% حسب إحصائيات سنة 2000 وموريتانيا 53% حسب إحصائيات سنة 2000 وفي اليمن 59% حسب إحصائيات سنة 2005 كما أن معدلة النمو التي تم تحقيقها خلال العقد الأول من الألفية الثالثة في بعض الأقطار والتي اعتبرت حين إنجازا تباهت به بعض الأنظمة لم يتم تعميم استفادتها أو تعميم نتائجها على مختلف شرائح المجتمع فمثلا في الفترة ما بين 2005 إلى 2010 انتقل الناتج الإجمالي المحلي في مصر من 643 مليار جنيه إلى 126 مليار جنيه في الوقت نفسه ارتفعت معدلة الفقرة من 19.6% إلى 25.6% وهو ما يشير إلى أن المكاسب الاقتصادية التي تم تحقيقها على المستوى الكلي لم تنعكس بشكل إيجابي على الحياة اليومية للمواطن وهنا كذلك تبرز أزمة العدالة الاجتماعية بشكل كبير لتشير إلى إشكالية تركيز أو تشير إلى تركيز كبير للمكاسب الاقتصادية عامة عامة في أيدي قلة من المواطنين أو المرتبطين بالسلطة وبالنظام السياسي وهنا يمكن اقتباس أدبيات المدخل الماركسي للتنمية وتقسيمه لدول العالم إلى دول مركز ودول محيط لوصف الوضع في العالم أو في بعض الأقطار العربية كذلك بوجود باعتبار أن النظام والمرتبطين به بالمصالح الاقتصادية والسياسية هي المركز وباقي أفراد المجتمع هما الهامش أو المحيط وكذلك نفس الشيء يمكن تطبيقه جغرافيا أن العالم العربي دائما نجد مدينة أو مدينتين إلى 3 أو 4 مدن تتركز فيها السلطة والثروة بينما باقي المدن تعيش في الفقر والهشاشة كما أن الشباب الذي يشكل النسبة الكبرى من ساكنة العالم العربي لا زال يعاني من التهميش ومن البطالة فبين العامين 2005 و2006 بلغت نسبة الشباب من مجموع العاطلين عن العمل أزياد من 50% في البحرين وتونس ومصر واليمن وحوالي 50% في المغرب وقاربت 70% في الجزائر ويعتبر فشل الوظيفة التوزيعية أهم مظهر من مظاهر انهيار الدولة سياسيا خاصة مع بقاء شبحها المخيف قائما بهاجسه الأمني والتسلطي لهذا كنا دائما كنا نتحدث عن الدولة الأمنية والدولة البوليسية في العالم العربي فكان طبيعيا أن يتولد عن العنف البنيوي والمهيكل والممنهج والكامل في الاستبداد ونعدام العدلة الاجتماعية والعدلة التوزيعية والاحتكار السياسي النخبوي القائم على النخبة الطائفية أو العرقية أو الحزبية والنخبة الاقتصادية عمق من وطأة هذا الوضع عن عدام أو انسداد الحياة السياسية حيث أنه ليس هناك تداول انسيابي على السلطة في جلد الدول العربية أي ممارسة الأفراد لحقهم في اختيار من يمثلهم بحرية وبدون إكرهات السلطة وإكرهات العاشيرة والقبيلة والطائفة مما أدى إلى انسداد أفق تغيير في العالم العربي فلم يعد مجتمع قادرا على إنتاج قيادته وتحول النظام إلى قوة طاردة بدل أن يكون قوة جذب مما جعل سبول تغيير تنحصر في وسيلتين إما الإنقلاب العسكري أو الثورة الاجتماعية أو الثورة الشعبية هذا الإنسداد في الحياة السياسية كذلك يتبعه تخوف لدى السلطة من المجتمع وهذا ما يعكسه الاهتمام المفرط للأنظمة السياسية بالأمن وأجهزته وتعددها وتداخلها وانتشارها وهو ما تطلب من هذه الأنظمة ميزانية كبيرة تقتطعها من المال العام على حساب التنمية وخلق فرص الشغل وتحقيق وضمن الحق في السكان والصحة والتعليم السيمة الثانية التي تتميز بها الوظيفة التوزيع للأنظمة السياسية هي انكشافها أمام القوة الجارفة للعلماء فإذا كانت في السابق الأنظمة السياسية العربية كان بإمكانها التحكم في المجال في المعلومات وتوجيهها بما يخدم مصالحها إلا أن بفضل ثورة الإعلام والاتصال أصبح العالم كقرية صغيرة فمن خلال شبكة العنكبوتية والهواتف المقالة وفضاءات التواصل لاجتماعي تمكن الشباب العربي من بناء عالمه الافتراضي الحر متجاوزاً السطار الحديدي والأبواب المغلقة التي أنتجتها الأنظمة السياسية وتمكن من الاطلاع على تجارب الشعوب الأخرى كما أن الأنظمة الحاكمة في السابق كان بإمكانها أن تجعل الحدوث الإقليمية عوارض في وجه استدفوق الأفكار والمعلومات غير مرغوب فيها حيث كانت تتحكم في القيم والرموز وتسمح بما يخدم مصالحها وتضيقه على من يعارضها من قبيل منع عقد ندوات وتداول كتوب والمنشورات على سبيل المثال مما يسر لها الاضطلاع ببناء وحماية الرموز والمقومات التقافية لكن في ظل العولمة أصبحت القيم والرموز تصاغ خارج الإطار الوطني خارج الإطار الوطني وخارج التقافة والاجتماع الوطنيين ومن ثم تبرز درجة تأثير العولمة على الانسجام المجتمعي مما قد ينتج عنه مطالب جديدة قد لا تستوعبها قدرات الأنظمة السياسية كما أن قوى السوق والاندماج المتزيدة للاقتصاد في النظام السياسي أدى إلى زيادة التفاوض الاجتماعي والاقتصادي وتعرض لاقتصاد الوطني لتقلبات السوق العالمية مما يؤثر على مختلف شرائح المجتمع ومع ذلك يجب الاعتراف بأن العولمة وصرعة تبادل المعلومات بين مختلف مناطق العالم واستلهام طريقة عيش الآخرين قد مكن الشعوب العربية من تكثير حاجز الخوف الذي بنته في الأنظمة كما أشرت إلى ذلك أما بالنسبة للظواهر أحاول باختصار رصد بعض الظواهر نتجة عن ضعف الوظيفة التوزيعية أول ظاهرة هي ظاهرة الاستبعاد والتهميش الاجتماعيين حيث أن المساواة هي اندماج الناس في المجتمع على صعيد الانتاج والاستهلاك والعمل السياسي والتفاعل الاجتماعي وهو الأمر المفقود في عالمنا العربي ولا مساواة الاستبعاد والحرمار والإقصاء من هذه المشاركة هذا الاستبعاد خاصة عندما يطال فئات اجتماعية متميزة لغاويا ودينيا وعرقيا حيث تفتقر الأنظمة السياسية العربية إلى نظم حماية الثقافات الفرعية النتيجة الثانية هو انتشار ظاهرة الاغتراب والإنكفاء الهوياتي وأخطر اغتراب والاغتراب الذي يصيب الفئات الفقيرة والطبقات المهمشة فعندما يلقي الفقر والبطالة بالشباب إلى الهامش فإنهم يردون على تهميشهم بالعنف ويصبحون خوارج على مجتمع أخرجهم منه ويجدون في الإرهاب معنى لحياتهم التي لا معنى لها كما عبر على ذلك الأستاذ علي أمليل الأزمة النتيجة الثالثة وهي أزمة شرعية أو ما يمكن تسميته بشرعية الإنجاز أمام فشل هذه الوضعية هذه الوظيفة تعاني الأنظمة العربية من تدني منسوب الرضا لدى مختلف الفئات الاجتماعية بالنسبة لنموذج دولة الإنمائية الذي يمكن اعتباره مدخل لتجاوز هذا الوضع الذي ينتج عن فشل الوظيفة التوزيعية فهي دولة التي تتميز بالاتجاه نحو تعزيز تنمية الاقتصادية ووضع المؤسسات العامة القوية في صلب الاستراتيجية الإنمائية وتنبني على مجموعة من الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والمؤسساتية والثقافية المتداخلة والمتكاملة فيما بينها بالنسبة للبعد الاقتصادي والاجتماعي يتعلق بمدى إشراك أفراد المجتمع في العملية الإنتاجية وفي جني ثمارها وهو ما يقود إلى قضية المساواة في الفرص والحقوق الاقتصادية وفي مجل العمل وملكية وسائل الإنتاج البعد الإنساني والمؤسسي الذي ينصب على مسألة الوفاء بحقوق الإنسان ومسألة تكافؤ الفرص أمام الجميع لتنمية قدراتهم وتوسيع حرياتهم والتمكين السياسي من خلال مؤسسات تكفل المشاركة الشعبية في صنع القرار وتستمع إلى آراء المواطنين وأسباقيتهم أما البعد الثقافي والذي يكتسي أهمية قصوى فهو الذي ينبني على تنمية القيام التي تحض على الإبداع والعمل والاجتهاد والمنافسة والاعتراف بالآخر والحوار والحلول الوسط والتسامح وفق رؤية طويلة الأجل المتفق عليها مجتمعيا وشكرا شكرا شكرا سيدي عبد العلي حور على هذه المداخلة التي سجلت في أولها رقما قياسيا أيضا في استعمال المعطيات الرقمية لعلها تكون أيضا إثراءا بعد ذلك في النقاش نفتح الآن المجال للسيد محمد العدوي من مصر وهو أستاذ مشارك متخصص بالعلوم السياسية جامعة أسوط مصر حاصل على شهادة الدكتوراه من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة له عدة بحوث علمية منشورة مهتم بالدراسات المتعلقة بالتطور السياسي والسياسات العامة وبخاصة سياسات الأمن والتنمية في دول الجنوب والدول العربية له تسعة كتب منشورة عنوان المداخلة اليوم سيكون العنف والعشويات في مصر دراسة في المحددات والسياسات قبل ثورة 25 يناير 2011 وبعدها وسيطرح سيد محمد العدوي إشكالية العلاقة بين العنف والعشوائيات في السياسات المصرية العامة وما تفرزه من ملامح لما يسمى بالعنف الهيكلي تفضل سيدي كريم شكراً لساة الرئيس وشكراً للمركز العربي على استضافتنا في هذا المؤتمر واللقاء بحضراتكم والزملاء على المنصة وشيء بيسعدني دوت شخصية إن أنا استمعت إلى مداخلات مختلفة وزي مالسة الرئيس المداخلة بتاعتها يكون مركزة أكتر على الحالة المصرية وذلك فيما يتعلق بدور المؤسسات والسياسات الحكومية المصرية في مواجهة زاهرة العنف في العشوائيات ويمكن بعتمد على أكتر من مدخل في هذا السياق سواء فيما يتعلق بما طرحه جوهان جالتونج عن ما يسمى بأنواع العنف وأمات العنف من أجل إحلال السلام في المجتمعات وأيضاً ما طرحه فرانس فانون وحان أرنت عن التعامل مع مشكلة وقضايا العنف وده يمكن راجع لمسألة أساسية وهي أن العنف الظاهرة متعددة الأبعاد متعددة الاستخدامات ويمكن حالة العشوائيات بشكل محدد بتعكس دوت بصفة أساسية ولذلك فنحن محتاجين فعلاً مدخل يأخذ في اعتباره الأبعاد الداخلية بالمناطق العشوائية وأيضاً ما يتعلق بالمؤسسات والسياسات الحكومية في التعامل مع ظاهرة العنف وأيضاً ما يتعلق بالبعد العالمي باعتبار أن نحن دلوقتي يعني يعد من الصعب الفصل ما بين ما يحدث في دول الجنوب من مؤسسات مختلفة للعنف وأيضاً ما يمرس فيها من سياسات في ظل يعني انعدام زي ما يقول الانفصال فيما بين الداخل والخارج وبالتالي تناولي لهذه الإشكالية أو مشكلة البحث بيدور حول أربع تساؤلات رئيسية جزء منها يتعلق بالأبعاد النظرية أو التناول النظري للعلاقة فيما بين العنف والسياسة والعشوائيات جزء ثاني يتعلق بأنماط أو ما هي الأنماط المختلفة للعنف في المناطق العشوائية ثم محاولة تحليل أسبابها وانعكسات ذلك على أوضاع المناطق العشوائية وذلك فيما قبل صورة 25 يناير وما بعدها وبالفعل الدراسة تنقسم لثلاث محاور لتغطية هذه الأبعاد يمكن الأبعاد النظرية أو التناول النظري يعني بشكل عام حاولت من خلاله أننا أصنف أنماط العنف المختلفة وسواء فيما يتعلق بالعنف الفردي أو العنف البنيوي أو الهيكلي بالإضافة إلى الأنماط التقليدية اللي بتفرق ما بين العنف السياسي والعنف الاجتماعي والعنف الثقافي والعنف الاقتصادي وأحاول أننا أحلل هذه الأنماط في الدراسة اللي أنا أعتراحها على حضراتكم ومن ثم يعني بنجد أن في الفترة الأخيرة كثير من أنماط العنف أصبحت متدخلة ومن ثم يمكن التعريف اللي أنا بطرحه بيعكس هذا التداخل باعتبار أن العنف هو كافة التصرفات اللي بتصدر عن فرض أو جماعة أو مؤسسة بهدف تأثير على إرادة الطرف الآخر لإتيان أفعال أو التوقف عن أخرى حسب أهداف الطرف القائم بالعنف وضد إرادة الطرف الآخر أو باستخدام قابليوته للعنف دي برضو مسألة الهشاشة أو القابلية للعنف مسألة أساسية في تحليل أوضاع المناطق العشوائية وده بيعكس يعني إذا كان حتى في حالة في المرحلة الحالية أو المستقبلية أو يمكن ده بنضيفه برضو زي ما قلت لحضراتكم في البداية وزي ما قال سيد الرئيس أننا نحاول نتعامل مع المناطق العشوائية باعتبار أن هي مدخل أمني تنموي لا يركز على التناول التقليدي لمشكلة العشوائيات ومن ثم فيمكن الخلاصة فيما يتعلق بالجزء النظري أن فعلا العنف ظاهرة متعددة الأشكال والأماط ومن ثم تفسيرها من منظور واحد بيعد أمر في غاية الصعوبة أيضا أن العنف قد يستخدم كأدالي التغيير السياسي أو كأدالي الاحتفاظ بالسلطة إذا ما مورس من جانب النخبة أو الفئة المسيطرة على السلطة وده يمكن بيعكس برضو مسألة مهمة تتعلق بكيف يمكن أن نتعامل مع السلطة أو المؤسسات الحكومية إذا ما مرست هي العنف وبشكل غير مشروع وفي النهاية هي تتحدث باسم الدولة بينما قد لا تكون هذه هي رغبة الدولة ولكنها هي رغبة النخبة المسيطرة على مؤسسات الدولة وده بنجده في كثير من الحالات العربية أن فعلا يعني ارتباط الدولة بالنخبة الحاكمة بشكل أساسي ومؤسسة أيضا أن العشويات قد تكون مصدر للعنف أو يتم توظيفها أو توظيف عنفها لصالح أطراف معانا لكن في نفس الوقت هي أيضا تتعرض لعنف بمعنى أن سكان المناطق العشوائية يعانون ظاهرة زي ما يقول عليها متداخلة ومعقدة من أنماط مختلفة من العنف بتمارس سواء فيما بينهم وبعضهم البعض أو فيما بينهم وبين مؤسسات الدولة أو حتى القوى السياسية اللي بتتعامل مع توظيف هذا الكيان نظرا لما يسمى بقهر الاحتياجات اللي كنا بنكلم عليه في الجلسة الصباحية وأيضا إذا كان العنف بيؤثر على الأوضاع السياسية ولكنه أيضا ناتج عن سياسات حيث يتم توظيفه في العمل السياسي الجزء التطبيقي في الدراسة بيركز أكتر على الواقع العشوائيات في مصر قبل وبعد ثورة 25 يناير طبعا بلا شك أننا في مشكلة تتعلق بدراسة العشوائيات عموما هي تضارب الأرقام والإحصائات بمعنى أن ما فيش تحديد دقيق للمناطق العشوائية في مصر إذا كان فيه توقعات بتصدر المناطق للتاني لكن بنجد حتى من خلال المؤسسات الحكومية هناك اختلاف في تحديد عدد هذه المناطق ما بين 1034 منطقة يسكن 12 مليون إنسان إلى 1252 وده يمكن إحصاء أنا قمت به من خلال دراسة أرقام وإحصاءات مختلفة من أكثر من جهة لكن في عام 2015 كان هناك حديث عن أن العشوائيات بتحتل ما يقرب من 37.5% من مساحة المناطق الحضرية في مصر وبالتالي العدد قد يفوق ما ذكرت ومن ثم فهي كتلة مهمة في دراسة الواقع السياسي المصري الجزئية التانية تتعلق بالأشكال المختلفة لعنف في المناطق العشوائية ويمكن في أشكال نمطية أو كانت موجودة قبل صورة 25 يناير ثلاثة أشكال أسسية أولها هو ما يتعلق بالعنف الداخلي فيما بين ساكين العشوائيات يعني هناك فئات بالفعل من ساكين المناطق العشوائية تعرضون لعنف خصوصا الفئات الخاصة بالأطفال والمرأة وده يمكن بيبقى عنف بردي مباشر يتعرضون له من جانب أفراد آخرين داخل المناطق العشوائية أو المشاجرات أو غيره لكن هناك أيضا ما يمكن أن نسميه العنف السياسي في المناطق العشوائية في مصر قبل صورة 25 يناير وده كان يمكن واضح في أكثر من نمط هناك ما يسمى به العنف العفوي أو غير المنظم وده ظهر في ما يسمى بأحداث 17 و 18 يناير سنة 77 وفي عديد من المناطق العشوائية لما كان بيتم محاولات إزالتها في الثمانينات وفي التسعينات في مناطق محافظة القائرة أو غيرها من المحافظات لكن النمط الثاني هو كان بيتعلق بتوظيف جماعات الإسلام السياسي للمناطق العشوائية في تغذية العنف وده يمكن كان لي أكثر من بعد إما توظيف أفراد من خلالها أو استغلال هذه المناطق للتخفي واستغلال طبيعتها في هذا عشان كده لما بنجد أن محاولة التعامل مع تاريخ العنف في العشوائيات في مصر بنجد أن فعلا الثورة المصرية أو ثورة 25 يناير كانت إلى حد ما فاتحت أمل أمام كثير من قاتل العشوائيات بمعنى أن كثير من شباب المناطق العشوائية والمناطق المهمشة شاركوا في هذه الثورة في بدايتها وكان عندهم نوع من أنواع الأمل في حياة أفضل فيما بعد الثورة ولكن بعد ذلك نجد أن ابتدت العشوائيات هي جزء من مصادر العنف فيما بعد الثورة مرة أخرى وده يمكن بنجد أن تأثر بالوضعية العامة للعنف في مصر سواء فيما يتعلق بغياب القوى الأمن أو فيما يتعلق بتوظيف بعض القوى السياسية لساكن المناطق العشوائية أو بنجد أنه هو بعض شباب الثورة نفسهم ابتدوا يعني من المشاركين من أبناء المناطق العشوائية يبتدوا يستخدموا بعض الأطفال بعض الجماعات الضعيفة من المناطق العشوائية في أعمال إلى حد ما تشوه الثورة نتيجة حالة الإحباط واليأس اللي كانت موجودة ونتيجة لمجموعة من العوامل المختلفة اللي يمكن يعني زي ما يقول إذا كان الشباب المناطق العشوائية بشكل أساسي بنجد أن هم شاركوا في الثورة في بدايتها لكن بعد ذلك كان هناك توظيف لبعض سكان المناطق العشوائية من جانب القوى السياسية المختلفة لتشويه الثورة وده كان واضح جدا في مليونيات وما يسمى باعتصامات ميدان التحرير فيما بعد الثورة وجدنا هناك خيام يسكنها شباب أو أفراد يتعاطون المخدرات يمارسون الدعارة يعني كان هناك خرقات كثيرة نتيجة اندساس بعض أو توظيف بعض السكان المناطق الفقيرة والعشوائية في تشويه صورة الثورة ومحاولة إخراج المعتصمين أو الثوار من الميدان لو حاولنا يعني من خلال هذه الدراسة أن نحن نحلل الأسباب المختلفة للعنف ودي يمكن أسباب أو هناك أسباب عامة زي الحرمان الاجتماعي والاقتصادي وغياب الدولة وسياساتها بشأن تطوير العشوائيات وعيوب عملية التنشيئة اللي بتتم في المناطق العشوائية لكن اتضح أن هناك مجموعة من المحددات اللي بتبين أو بتحدد العلاقة فيما بين العنف والعشوائيات بعد الثورة يمكن كان أهمها صراعات فرض الهيمنة فيما بين القوى السياسية المختلفة وأطراف النظام القديم في استغلال سكان هذه المناطق أو بعض يعني طبعا سكانها من البلطاجية وغيره في إشاعة حالة من الفوضى في مصر أيضا حالة وضعية الانسداد السياسي فيما بين القوى السياسية المختلفة وعدم رغبتها في التوافق على رسم مصار ما بعد الثورة وبالتالي كان العنف أحد الأسس فيه أو النواتج النتجة عن هذه الحالة أيضا انتشار الفساد المجتمعي وسوء السياسات بشكل عام والتسامح مع ثقافة العنف حتى في التعامل الفردي في المجتمع والميديا وممارسته وأيضا السياسات أنا قدامي بالزبط ديتين يعني حسب التايمر بتاعي لا أنا ظابط بالزبط على فكرة 14 دقيقة و38 ثانية أيضا ما يتعلق به فأنا مش ببص في الموبايل أنا ببص في أيضا ما يتعلق به السياسات الاقتصادية وهيكلتها في الفترة ما بعد الثورة في غير صالح السياسات الاجتماعية بشكل عام ومنها المناطق العشوائية وبالعكس يمكن الخيارات اللي كانت مطروحة في مصر كمشروعات تنموية كبرى أعتقد أن هي يعني ودب من خلال خبراء اقتصادين مختلفين زي الدكتور يعني محمود عبد الفضيل وغيرهم من الأساس المتخصصين يمكن أقروا وجلال أمين أقروا بأن هي سياسات ليست في صالح الفقراء في ذلك الوقت أيضا القوى السياسية وتوظفها للعنف العمل السياسي فيما بعد الثورة سواء من أطراف النظام القديم أو من جانب بعض المؤسسات أو الأطراف المختلفة ده بلا شك كان يعني من الأمور السلبية بشأن انتشار العنف أخيرا ما يتعلق به العشوائيات أنا شايف أن المدخل الخاص به الأمن الإنساني والتعامل مع العنف يتم بالأساس من خلال الربط ما بين الأمن والتنمية وأن لا يتحمل الأمن فقط مواجهة عنف العشوائيات أيضا من الضروري أن يكون هناك تعامل مع تدهور ضوابية المشهد السياسي ومسألة توظيف عنف العشوائيات من جانب القوى المختلفة وأخيرا المسألة تتعلق بمواجهة عوامل العنف داخل المناطق العشوائية وإعادة الرجد في السياسات الحكومية والأمنية في التعامل مع قضايا العنف لأن من المحتمل أن تكون هذه المناطق إذا ما تركت بحالاتها هذه قناة بالموقوطة يمكن أن تنفجر في حال وجود أي بوادر لتخفيف القبضة الأمنية وخصوصا في الفترة المقبلة وشكرا لحضركم وعليش عارفوا للإطالة منعسف شكرا أخي الكريم محمد العدوي على المداخلة الثرية والقيمة وسوف لن أكون رئيسا مستبدا لإدارة نقاش علما أنه يجب أن أخذ بعين الاعتبار القواعد التي اقترحتها لجنة التنظيم وهي أن لا يتجاوز النقاش 15 دقيقة فسأقترف عليكم إما ترك المجال دقيقتين لشخص الواحد عندي مراحلة أساسية وهي أن لدي تحفظ لدي تحفظ لدى الأخوين من الجزائر حول مسألة المجتمع الريعي أو في الواقع لا يمكن اختزال المجتمع في ضيارة الريع المجتمع كله لأن هذا توصف للجنة إذا أردنا أن نبحثه من خلال علم الاقتصاد وكان معنى اقتصاديا سوف يناقش هناك المسألة لماذا؟ لأن هناك الرئي فعلا كضائرة ولكن المجتمع عرفي قطعهم وقطع خاص والقطع الخاص عادة لا يكون رئييا لأنه يقوم الانتاج ويقوم العمل والعقلانة بالفون في بيري فإذا المجتمع الجزائري فعلا كان فيه نظام اقتصادي لطبيعة شركة الدولة بالمزوجتين ثم كان مركزيا وريعيا إلى غير ذلك ولكن الآن أرى هناك تحولات بداية تحولات ولذلك توصفت هكذا اختزاليا نوعا مع المجتمع في ديناميته كلها المعقدة في علاقته الداخلي وخارجيه وفي قطعاته مختلفة فقط في إطار التوصيف الريعي فيه نوع من التجني العلمي أنا معتك شكرا لدي ثلاثة أسئلة على شكل ملاحظة الأولى موجهة للأخ نوري دريسي أعتقد أن بناء الفردية على أن العلمانة كلما كانت أكبر كلما دلت على سلمية الصراحة السياسي أو الصراحة والسلطة أعتقد أنها فردية تعاني من المركزية الاتنوسنتريزم فرنسي وهي إشكالية فرنسية بدرجة الأولى في حين هل تعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي دولة علمانية لا أعتقد ذلك هناك خلط ما بين ما بين السياسي وما بين الديني وأمريكا دولة ديمقراطية هل هناك فرق بين الديني في اليابان والسياسي لا أعتقد ذلك هل هناك فرق بين الديني والسياسي في إنجلترا ملكة إنجلترا هي رئيسة الكنيسة سؤالي الثاني موجه للأخ عبد العالي حور أنا أعتقد أن الإشكال الحقيقي ليس في فشل وظائف الوظائف التوزيعية للأنظمة حتى الأنظمة الدكتاتورية هي أنظمة جد فعالة في مجال التوزيع الاجتماعي للثروات لنقول مثلا أنظمة في الشرق الأوسط النظام الصيني النظام كوريا الشمالية إلى آخر ثم هناك أنظمة ديمقراطية تفشل في توزيع ثروات كالهند وبنغلاديش سؤالي الثالث للأخ محمد العدوي يعني أنه كنت قد أبديت ملاحظة حول التعريفات المهياتية للعنف وأنت قدمت لنا تعريفا سبستانسيالي يعني ماهياتي للعنف وكأنه ينطري وينطبق على جميع الحالات ثم وفي حين أن للعنف تجليات وتصورات معينة ثم عطيتنا العنف عفوا السؤال البروز الاجتماعي وأنت ذكرته بالنسبة لهؤلاء الذين يسكنون في هذه الخيام والذين يمارسون الدعارة لا هم لهم في مجال السياسي شكرا 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 سيد لطفي عيسى بعد إذن الجميع سننتهي مع سيد لطفي عيسى لأنه هناك تعليمات للمروري للغداء بعد ذلك العفو بالنسبة للبقية المشاركة جسد إذن هناك بعض الإضافات المتعلقة بمجمل المداخلات التي تقدمت وسأحاول التركيب والقصد هو الإضافة وتجاوز ما تم قوله بإضافات جديدة أول حاجة إذن في المداخلات التي استمعت إليهم وهي مداخلات مهمة تماماً ثمت في المداخلات التي استمعت لها فما مستوى ما تمش التطرق ليه هو كيفية الانتقال في الدول المختارة أو في العينات المختارة سواء كان ذلك بالنسبة للمغرب أو بالنسبة للجزائر أو بالنسبة للمصر من الدولة المنعمة إلى فوبيا الدولة واحد ثنين المستوى الثاني هو مستوى يعني كيف ما هو التلازم يعني كيف تم تمثل التلازم بين الحرية وبين الكرامة في مستويات هذه الدول الثلاثة والمسألة الاقتصادية والرائية والآخره إذن تطرح هذه القضية ثلاثة وهذا مستوى ثالث مكمل هي هو مستوى خاطرنا نتحدث عن المجتمع المدني لا أحد تحدث وتحدثت على العشوائيات الأخ المصري تحدث على العشوائيات وفيت الراحب بين الناس بالنسبة لفرنسا فرنسا هو بلد لائكي وهناك فرق شاسع بين مفهوم اللائكية والعلمانية أمريكا بلد علماني أنا لا أطلق مفهوم العلمانية على بلد هناك علمانية علمنا في المجتمع اللائكية نموذج فرنسي أقصى إقصاء الدين من الفضاء العام ولكن العلمان لا تعني هذا الشيء تعني علمان التلوعي أي الفرض الأمريكي حينما ينتخب لا يفكر في الجنة والنار ومن يمنحه هذا الشيء هذا هو المقصود وشكر هذا ماكو سيد عبد العالي حور لا أتفق معك أستاذ العزيز باعتبار أنني أفشرت في البداية لأن المقصود بالوظيفة التوزيعية ليس فقط توزيع القيام المادية بل كذلك توزيع المزايا المختلفة والفرص فرص المشاركة السياسية فرص باعتبار آخر الحرية الديمقراطية هذه كذلك حتى وإن نجحت بعض الدول في توزيع الثروة المادية إلا أنه دائما التحليلات والمنظرين في العلم السياسي سعتبرون أن هذه الدول ستأتي عليها مرحلة تطالب فيها شعوبها بحقها في المشاركة السياسية وبحقها في اقتسام السلطة كذلك شكرا يعني هو طبعا بشكر حضراتكم على الملاحظات لكن هو يمكن التعريف الواسع فعلا نتيجة أن أنا عايز أدرس به عنف في العشويات فهو فعلا عنفه متعدد الأبعاد عشان كده حاولت أقربه وبشكر حضرتك طبعا على الإضافة وفعلا فيه عنف فردي وعنف يعني فعلا بيظهر لمجرد يعني الرغبة في توظيفه وأنا تناولته تفصيلا في الورقة إن شاء الله لو أتيحت لحضرتك قراءته طبعا فيما يتعلق بدور المجتمع المدني بلا شك إن المدخل الأمني التنموي في التعامل مع ظاهرة العنف لا يهمل دور المجتمع المدني بالبلاعكس بيؤكد عليه لكن أخيرا برضو في حاجة فوقات منظمات المجتمع المدني وللأسف ده حصل فيه الحالة المصرية عقب الصورة هي كمان بتستغل فقر بعض سكان المناطق العشوائية وتبص فيهم مجموعة من القيم اللي يمكن تحس على العنفين شكرا لها شكرا لكم